السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا يارب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة النهاردة بقى هنعمل كفتة الدجاج او كفتة الفراخ او كباب الدجاج على حسب ما انتم بتسموها اكتبوا لي بقى بتشوفوني من اي بلد والتوقيت عندكم ايه لو اول مرة تشوفيني انا عولة بدوي ودي كناتي لو اول مرة بقى تشوفيني اشتركي بسرعة في القناة وفعالي زر الجرس علشان يوصلي الكل جديد وتنضمي لعلتنا الصغيرة وتقبل بيك ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده النهاردة هنعمل كباب الدجاج او كفتة الفراخ بطريقة حلوة اوي وسريع وسهلة وكمان طعمها وشكلها طحفة ورحتها كمان جميلة اوي بصوا بقى اول حاجة انا عندي ربع كيلو من صدور الفراخ كانت عندي في الفريزر طلعتها فكت زي ما انتم شايفين كده لو عندك الكمية اكبر هتستخدمي بقية المقادير اكتر انا على الربع كيلو من الفراخ استخدمت بسلطين صغيرين زي ما انتم شايفين كده وفلفل احمر تعريبا اه ربع واحدة لو هي كبيرة او نص واحدة لو هي صغيرة والفلفل الاحمر ده كان عندي مجمد ممكن تستخدمي او مجمد عادي جدا اه وهقول لكم هنعمله ازاي والبهارات بتاعتي بقى بابريكا فلفل اسود ملح اه بصل بودر وكاري وكسبرة نشفة وبهارات مشكلة ومعلقة صغيرة من الهريسة ومص لامونة وكمان عندي بقسمات مطحون هستخدم منه معلقة وعندي المادة الدهنية اه سمنة لو انت عندك اه لية او اه دهن اه ممكن تستخدميه برضو هاديك تستعالي انا مكنش عندي فاستخدمت سمنة فاستخدموا المادة الدهنية المناسبة ليكم اه بس بتدي طعم حلو قوي مع الكفتة بصوا بقى اول حاجة انا هبشر البصل بتاعي وهبشر الفلفل الاحمر بتاعي ازاي ما بقول لكم كده انا اللي عندي مجمد فاعدي مجمد او هنبشره هناخد يعني الجوة القلب بتاعه من جوة والاشرة بتاعته اللي برة هنستغنع عنها تماما وبعد ما نبشرهم ونخلطهم ببعض هنحط عليهم رشة من الملح وهنسيبهم على جنب عشان ينزلوا المية بتاعتهم علشان بعد كده هنصف فيهم يعني مش هناخد المية عايزين بس التفل مش عايزين المية فزي ما بقول لكم كده هبشرهم واحط عليهم شوية ملح صغيرين قوي علشان آآ ينزلوا المية بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده ببشر الفلفل الاحمر بتاعي ده فلفل احمر حلو هبشره وبياخد القلب بتاعه والاشرة بسيبها خالص مش باخدها معي خلصت كده كلها كمية هرش عليها رشة ملح واسبها بقى على جنب ونجيب بقى بتاعنا او الكابة آآ على حسب اللي موجودة عندكم يعني والمتوفر بس اهم حاجة حاجة يعني تضرب لنا كده الفراخ بتاعتنا عايزينها تبقى زي كفتة اللحمة بالزبط هنضرب الاول الفراخ مع بعض كويس اوي لحد ما تنعم آآ وتبقى زي العجينة كده او زي كفتة اللحمة زي ما بقول لكم كده وهنزل عليها بالبهارات بتاعتي البهارات بتاعتي انا مستخدمة من كل حاجة آآ معلقة صغيرة آآ والملح والفلفل الاسود على حسب الرغبة وكمان آآ نص لامونة ومعلقة كده هرمية من البقسمات المطحون وممكن تستبدلوه بالدقيق لو مش عندكم بقسمات مطحون ده عشان يعمل لنا كده تروق في الكفتة بتاعتنا ما تبقاش آآ يابسة ولا جمدة في بعض والمادة الدهنية علشان تبقى جوسي كده وحلوة من جوه آآ هضرب بقى كل الكلام ده مع بعضه والبصل والفلفل الاحمر زي ما قلت لكم كده هصفي خالص آآ بحيس ان انا عايزة التفل بس هو اللي يبقى على الكفتة والسوايل اللي هتنزل منه او المية اللي هتنزل منه دي مش هرميها ومش هستغنى عنها هسيبها على جنب وهقول لكم بعد كده هنعمل فيها ايه فخليكم معي ولو لسه ما عملتيش بقى لايك انزلي بسرعة عملي لايك واكتبي لي بقى الكومنت بتاعك الحلو اللي دايما بيشجعني وبيدعمني كده وبيخليه آآ روحي المعنوية حلوة واكمل في الفيديوهات هناخد بقى لي بس وهنحطه على بقية المكونات بتاعتنا وكان عندي آآ يعني آآ حبة كده من آآ الخضرة بتاعت المحشي هحط منهم كانوا عندي في الفريزر هحط حبة صغيرين قوي كده زي يعني مقدار معلقة كبيرة هحطهم برضو على بقية المكونات بتاعتي لو عندك بقدونس فرش حطي بقدونس آآ انا ما كانش عندي فخدت من البهر من يعني الخضرة بتاعت المحشي دي كانت عندي في الفريزر خدت منهم حوالي معلقة كبيرة كده وادربت بقى كله مع بعضه كده في الكيتشم مسيقين زي ما شايفين او الكابة وهبدأ بقى بعد ما كله اضرب مع بعضه كاوتا جانس واخدت آآ نفس القوان بتاع الكفتة بتاعت اللحمة كده هطلعهم بقى اخطهم في طبق واقديهم تقلبتين كده علشان آآ اتأكد ان كله دخل مع بعضه ومبقاش في حاجة آآ ظهرة او آآ باينة آآ يبقى كله كده مع بعضه ومتجانس الكفتة بقى دي عشان تديكوا نتيجة كويسة تحطها في التلاكة اقل حاجة اربع ساعة عايزين تحطوها اكتر من كده مفيش مشكلة آآ عايزين تفرزوها في الفريزر آآ صبعوها وخطوها في الفريزر اي وقت عايزين تعملوا فيه كفتة فراخ تطلعوها على طول آآ على الفرن او الجريل تستوي هنا بعد ما عد ربع ساعة وفي الوقت اللي انا كنت معاكم الكفتة كنت آآ حطة عيدين الشيش طوق آآ بتاعتي في مية آآ علشان آآ ما تتحرقش مني في الفرن عشان انا النهاردة هعمل كفتة الفراخ بتاعتي في الفرن مش على الجريل آآ والمية اللي كان فيها آآ مية البصل والفلفل الاحمر بتاعنا حطيت عليها آآ حبة آآ زيت آآ حبة صغيرين قوي من الزيت وشوية ملح وشوية فلفل اسود وهقلبهم مع بعض وهقول لكم هنعمل بيهم ايه هنعمل بيهم كزا حيجة آآ في الكفتة بتاعتنا آآ بالنسبة اللي عاديين الشيش طوق بتاعتي زي ما قلت لكم كده كنتوا حطوها في مية آآ لمدة ساعة تقريبا لان انا سبت الكفتة بتاعتي في التلاجة آآ نص ساعة واقولوا نص ساعة واحنا بنحضرها فتقريبا بقالها معي آآ ساعة او ساعة لربع تقريبا يعني آآ فعلشان ما تتحرقش مني في الفرن وانا النهاردة هسوي الكفتة بتاعتي في الفرن علشان تبقى آآ طرية لان انتو لو عملتوها على الجريل هتستوي وهتاخد نفس اللون وكل حاجة بس من بره هتبقى نشفة شوية لكن انا عايزة تبقى طرية وجوسي كده من جوه ومن بره فهعملها في الفرن آآ بصوا بقى آآ نفس الصينية انا كنت آآ جايبة الصينية كبيرة علشان آآ يتحط فيها اعداني الشيش طوق آآ ففي نفس الصينية كده كان فيها مية فنشفتها بمنديل مطبخ ودهنت الصينية بتاعتي بنقطة زيت كده زي ما انتم شايفين وهبدأ ان انا آآ بعصاني الشيش طوق اصبع الكفتة بتاعتي آآ بصوا بقى الكفتة بتاعتي بعد ما خرجت من التلاجة بقت متمسكة وآآ يعني سهلة معي في التصبيع فعشان كده بقول لكم اهم حاجة ان انتم تسيبوها على الاقل ربع ساعة في التلاجة علشان آآ تبقى سهلة معيكم في التصبيع وما تضيقكمش آآ بصوا بقى باخد من المية اللي احنا آآ عملناها آآ بتاعت البصل والفلفل بعد ما حطينا عليها الزيت والملح والفلفل آآ آآ بدأت ان انا اصبع بيها الكفتة بتاعتي وهنستخدمها برضو تاني يعني اللي هيتفضل هنستخدمه وقول لكم هنستخدمه في ايه فخليك معي لحد اخر الفيديو وان شاء الله تعملي الكفتة دي تطلع معيك احلى كمان آآ من من عملتها وتسلم ايدك مقدما وربنا يحسن ما بين ايديكو آآ جميعا يعني آآ بصوا بقى انا هو آآ صبعت الكفتة بتاعتي انتي ممكن تصبعيها لو ما عنديكيش آآ عصاني شيش طوق آآ ممكن جدا تصبعيها على آآ معلقة او اي حاجة مدورة عندك آآ بحيث تطلع لك برضو نفس الفتحة اللي في النص دي وتحطيها في الصانية عادي جدا انا عشان عندي العصيون فاستخدمت العصيون شيش طوق لكن انتي متوقفش نفسك على حاجة خالص اللي عندك والمتوفر عندك استخدميه آآ مش عندك زي ما بقول لكم كده اي حاجة كده استوانية او مدورة من النص تصبعي عليها الكفت بتاعتك وتحطيها يعني تحطيها عطول في الصانية وممكن جدا تعملوها كور وتحطوها برضو في صانية وتعملوها للاطفال هتبقى حلوة اوي هيحبوها اوي آآ وهتبقى سهلا انهم يمسكوها يعني باديهم وياكلوها ويعايز اقول لكم ان هي وقبة مفيدة جدا فيها كل عناصر غزائية وكمان آآ ما شوية فما فيهاش طهون ولا مقلية ولا كده فكمان هتبقى آآ مفيدة ليهم وسهلة الهضم على وطنهم يعني. فزي ما انتم شايفين كيه صبعت بقى كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة كده وحطيتها في الصانية وكنت في الوقت ده مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة علشان يسخن علشان الكفتة بتاعتي متاخدش وقت كتير في الفرن. آآ تستوي سوى المزبوط. وعلى اول رف بقى وحطيت الصانية بتاعتي في الفرن. وكنت كل آآ يعني كل خمس دقائق كده. او دقيقتين بقى افتح الفرن بتاعي واضهن بالمية اللي فاضلة بتاعتي دي على وش الكفتة بتاعتي آآ علشان تبقى بالمنزر اللي انتم تشوفوه بعد ما تطلع ده. آآ واخدر لون الدهب الحلو ده. وطرية وجوسي كده وحلوة. آآ بصوا هي على الفرن آآ هتاخد منكم بالزبط آآ عشر دقايق. اول خمس دقايق هتلقى واخدت لون من تحت دهبي. هتقلبوها على الناحية تانية او هتطلعوها تحت الشواية. تاخد آآ وش من فوق. وزي ما بقول لكم طول ما هي في الفرن افضلوا ان انتم اضهنوها بالمية اللي هي بتاعت البصل والفلفل الاحمر دي. عشان تديكم اللامعة الحلوة اللي على الوش دي. وبرغفين عيش كده طلعت بقى الكفتة بتاعتي آآ من العصين الشيش طوق كده. وهي زي ما انتم شايفين قد ايه هي لونها جميل قوي ورحتها حلوة قوي. وكمان اهم من كل ده طعمها جميل قوي. يعني انتم بصوا بربع كيلو من صدور الفريخ. انا طلعت كمية قد ايه. فلو انت با كمان استخدمتي كمية فريخ اكبر هتعملكو كمية كمان آآ اكبر بكتير. بصوا بقى عشان ناخد بقى آآ راحت الفحم الحلوة دي كنت مسخنة فحمية على النار وجبت ورق الامونيا كده وحطت عليه الفحمية وحطت عليها نقطة زيت وغطتها بطبق عندي علشان آآ تاخد كده بقى من راحت الفحم الحلوة دي وما تبقى اش فرق اي حاجة عن الكفتة الفريخ اللي احنا منجم عند الجباب جيب. شوفوا بقى انتم لو كنتوا هتجيبوا الكمية دي آآ من عند الكباب كي هتكلفكو كم. احنا بقى بصوا بآآ يعني كمية قليلة جدا. وآآ في البيت انت عارفة حطة ايه ونضفت ايدك ونضفت بيتك. عملتي حاجة مضمونة وكمان طعمها وشكلها ورحتها. احلى بكتير من اللي انت هتجي بيها من بره. صدقوني مش تندموا جدا تجربة تستحق ان انت تتجرب بيها. آآ سهلة وصريعة قوي. مش تاخد منك وقت خالص. وكمان آآ طعمها آآ وحلوتها آآ تستحق ان انت تجرب بيها. والاهم من كل ده ان احنا سعب بنزهق من الاكل التقليدي. وبنزهق من من احنا مش عارفين نطلع افكار من الفريق وكده. فدي آآ وصفة حلوة قوي. آآ يعني اكلة جميلة واللزيزة. وكمان في الصيف حلوة يعني خفيفة مش تقيلة. فحلوة قوي ان انتو تستحق ان انتو تجربوها. آآ بصتوا بقى انا عملت معيها رز بسمتي آآ واحدة وواحدة كيزا زي مانت شايفين. وعملت جنبيهم طلط الطحينة ومخلل. فكان حلو قوي. آآ جربوا بقى الاكلة دي. ولو عاوزين طريقة الروز بسمتي قولولي وكتبولي في التعاتي وانحنا نعملو مع بعض. آآ انا مردتش لنطول عليكم في الفيديو. ده كان فيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم بقى بتنسوش اللايك والشير. والسبسكرايب. ورب تسلم ايديكم مقدما. وضمتم في حفز الله يا احلام تبعين. سلام عليكم. سلام عليكم.